تتواصل التصريحات المتناقضة لحكومة تصريف الأعمال وهذه المرة على لسان وزير المالية لذي أكد أن الزيادات في الرسم على القيمة المضافة بنقطة واحدة لن ينعكس على جيب المواطن في حساب بعيد عن المنطق لما تحمله هذه الضريبة من آثار على التكلفة وسعر السلع لا يمكن القول أنه مرحشت آثار على المسارك النهاي بدليل أن تلك القيمة الإضافية ستعكس مباشرة تنعكس وتعكس في سعر البيع وكذلك تدخل في التكلفة ببعض الأحيان في بيئة عمل كبيئة الجزائرية فيها غير ضعف الرقبة من قبل السلطات ضعف الرقبة من قبل أنظمة الإنتاج وما إلى ذلك وبتالي من سهولة جدا أن الدمج الواحد بالمئة لكن لدى المتعمل الاقتصاديين وما سينحكس كضرر على المستهلك النهائي سيدمج أكثر من ذلك في تقديري سيدمج من ثنين إلى ثلاث درجات سيدمج كسعر بروت لكي يلحقون الأن بورسون الذي يجب أن يدفعه للدولة لغم استبعاد الزيادات من الرسم على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية المستقرة في تسعة بالمئة تعتبر هذه الخطوة كبحا للآلة الإنتاجية التي ستلجأ لا محالة لرفع الأسعار كحل لطويض التكاليف لا يوجد ألية وما تقدر أن تكون فيها ألية لأنه لا يوجد نظام معلومات متكامل وقوي يعطينا كافة بنية التكاليف تحول المتعملين تبعا للقطاع تبعا للنشاط تبعا للمنتوج هذه الوحدة ثم ضعف الإدارة وتخلفها ما رحش يسبح نهائيا بإعداد كذا مراقبة أو تدقيق إذن هي في المحسيلة عملية رح تحمل على الظهر المواطن وانتهى هي خطوة تحمل من الضرر أكثر مما تحمله من المنفعة فبعيدا عن ما ستذره هذه الزيادات في التفيا على الخزينة العمومية سترفع تكاليف الإنتاج لمجمل السلع المطبقة عليها وبالتعدي تنعكس على الأسعار وجيب المواطن